وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى عدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود أثناء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية جلالته أكد أيضا خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية بيترا أنه لن يكون هناك حماية لأي كان من أن تطاله يد القانون التقرير التالي يستعرض أبرز تصريحات جلالته أكثر من ستة ملايين مواطن أردنيا هم أولوية هكذا بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني حديثه لوكالة الأنباء الأردنية بيترا جلالته وجه الحكومة بأن تضمن عدم المساس بالطبقات الوسطى وفئات الدخل المحدود أثناء تطبيق الإصلاحات المالية على أرض الواقع ليلمس المواطن الأردني أثارها وأضاف جلالته أنه لا يوجد مكان لا تطاله الأجهزة الأمنية ولا خارج عن القانون لن تصل إليه وهذا قرار لا خطوط حمراء فيه فالقانون فوق الجميع جلالته أشار إلى أن نجاح أجهزة ومؤسسات الدولة في إجراء الانتخابات المحلية والنيابية خلال عام بكل نزاهة وشفافية أنتج تمثيلا شعبيا يعد الأكبر في تاريخ الأردن وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال جلالته إن عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام يؤجج الإحباط والغضب لدى شعوب المنطقة ويخدم أجندة المتطرفين مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يفكر بأسلوب جديد للتعاون مع هذه القضية التاريخية وحول الأزمة السورية أشار جلالته أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا يوفر فرصة لإيجاد حل سياسي وحول إعادة فتح معبر طريبيل أكد جلالته أنها فرصة لنهوض القطاع الصناعي والتجاري والمالي وزيادة الصاديرات وحول باقي القضايا الإقليمية والدولية شدد جلالته أنه يجب أن لا ندع الأحداث في الشرق الأوسط تطغى على أشكال أخرى من القتل والعنف والترحيل الجماعي ضد المسلمين مثل ما يحدث في ميانمار تصريحات ملكية هامة حملت مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية محورية ليبقى التحدي أمام الحكومة لتنفيذ تلك التطلعات للسير بالأردن نحو مستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر